حقيقة كنت بقول لحضراتكم أن حفل دار الأوبرا المصرية حفلة الأسادزة شيء مميز جداً ومهم والواحد مبسوط أن الحفلة دي بتتعامل في الصيف لأن أجواء مصر في الصيف طول عمرنا متعودين أنها أجواء كلها بهجة وفن وإبداع وانطلاق وزوارنا من كل العالم بيبقوا جايين مصر وعايزين يشوفوا ده لأنه دي الصورة المصرية الخالصة اللي بتكون في أذهانهم بالمناسبة دار الأوبرا المصرية قالت أنه التذاكر تم بيعها بالكامل بعد ساعات من طرحها فالحقيقة يعني دي أولى الحفلات نتمنى يكون في حفلة كل بداية شهر نستمتع بيها والناس تستمتع وتتبسط بيها دايماً وأنا بكلمكم عن الصيف وأجواء الصيف في مصر لازم نتكلم عن مدينة العالمين الجديدة الحقيقة أنه مدينة العالمين الجديدة أصبحت وجهة هامة جداً 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 لكل الناس اللي بتبحث عن وجهة سياحية يعني فيها أحداث ترفيهية كبيرة فيها شواطئ مفيش أحلى من كده اهتمام الدولة كمان بما يحدث في العالمين الجديدة ده شيء مهم خليناً أكلم حضراتكم عن حدث هو حدث ترفيهي يمكن يكون الأكبر في الشرق الأوسط في عالم الترفيه هيحصل في مدينة العالمين هيبدأ أولى فعليات هذا الحدث اللي هو مهرجان العالمين خلال أيام قليلة وحيستمر معانا طول موسم الصيف الحقيقة أنه حيقدمه لكل الزوار سواء من جوا مصر أو من برا مصر على ساحل البحر المتوسط في مدينة العالمين تجربة صيفية فريدة من نوع مهرجان حيستقبل تقريباً مليون زائر من كل أنحاء الوطن العربي والعالم يكون فيه مجموعة من الفعاليات المهمة جداً هتحصل هناك سواء فعاليات فنية وإحنا كنا بنشوف ده في مدينة العالمين خلال السنتين اللي فاتوا وبنشوف قد إيه فيه فنانين عرب وعالميين كانوا موجودين هناك وهنشوف ده بشكل كبير داخل المهرجان مش بس كده هيكون فيه كمان فعاليات رياضية كبيرة ومعارض وعروض ترفيهية أول مرة هتحصل في مكان واحد إنه يحصل كل ده في مدينة العالمين عشان كده بقوله حضراتكم هي يعني دلوقتي بتعتبر الوجهة السياحية الأكبر إقليمية ويعني كل التجربة الترفيهية دي بالتأكيد هتكون عظيمة على شاطئ البحر المتوسط في مدينة العالمين الجديدة موجود كمان فرق دولية والتحدات دولية لمعظم الرياضات هتكون موجودة في المهرجان وحتستمتعوا إن شاء الله بصيف عظيم في مدينة العالمين الجديدة موجود كل مشاهير العالم كل الفنانين من الوطن العربي والعالم والحقيقة إنه ده يعني مستوى يليق ببلدنا ومستوى نسعد إنه يكون موجود عندنا حيكون يعني منظم بشكل كبير جدا لإنه مصر الحقيقة عندها خبرة كبيرة وشركات عظيمة في مسألة التنظيم للأحداث العالمية لزي دي وأعتقد حضراتكم شفتوا ده في أحداث حصلت بالفعل قبل كده مهرجان العالمين يعني أعتقد إنه حدث مهم جدا أحداث وفعليات هتكون رئيسية خلال الصيف ده مستوى المدينة بالكامل الحقيقة مستوى عالمي ويمكن كل الناس اللي زارت العالمين الجديدة تقدر تشوف ده تقدر تشوف الخدمات العالمية يعني بتقدم للزوار بأعلى المعايير من أول ما كنا منتفرج زمان عن تصميم المدينة لحد ما شفنا التنفيذ اللي اتعامل بمعايير عالمية يعني مدينة من مدن الجيل الرابع اللي مهم جدا إنها تكون موجودة داخل بلدنا ونستمتع ونستفيد بالشواطئ مهما زورت الشواطئ في العالم ما فيه شبه الشواطئ المصرية وده يمكن بشهادة كل الناس اللي جات وزارتنا والسياح وعليه إحنا السنة دي السياحة المصرية المفروض إن إحنا كنا حطين تارجت نوصل لستاشر مليون سائح يعني كل التقارير الدولية اللي طلعت إنه مصر لو فضلت مستمرة بهذا النمط من السياحة اللي فيه تزايد وديه حاجة تفرح يعني ما شاء الله لإنه السياحة دي فتحة بيوت ناس كتير جدا وطبعا مصدر أساسي للدخل القومي هنعدي الستاشر مليون ده يعني توقعات عالمية للسياحة المصرية فيعني صيف إن شاء الله سعيد لكل زوارنا من الخارج ولكل الناس اللي جوا مصر نستمتع بالأجواء الصيفية المصرية الخاصة جدا على مدينة العالمين الجديدة وداخل محافظات الجمهورية يعني إن شاء الله صيف صعيد وأجازة سعيدة للناس كلها